أن أحترم رأيي وأحترم إنسانيتي وأحترم ما وصلت إليه في فكري هذا عندي من أقدس المقدسات مع أنني لا أقدس إلا ما قدسه الله والله سبحانه وتعالى لم يقدس إلا نفسه وأنبياءه وكتابه وكل ما عدا ذلك يعني يحتاج إلى نقاش ويمكن أن نصل من خلال النقاش إلى قداسة فيه أو لا قداسة أنا لا أؤمن بكل القداسات المخترعة والمزعومة بس اللي بدي أقوله أني أنا أقدس عقلي وأقدس رأيي لأن الله منحني إياه وبالتالي لن ولم أجعل لأحد عليه سبيلة وأرفض رفضا قاطعا أي أحد مهما كان هذا الأحد صفته كبيرا صغيرا مرجعا قائدا رئيسا أيا كانت صفته لا يستطيع أن يسيطر على عقلي ولا يستطيع أن يتغلب على رأيي ولا يستطيع أن يملك زمام حرية فكري لأن هذا حق مكتسب أعطاني إياه من خلقني فلا يستطيع هو أن يختزلني مهما كان هذا لو كان هذا الرجل العلامة الراحل محمد حسين فضل الله حتى لو كان السيد الأستاذ وهو لم يجرب يوما أن يختزل عقلي أبدا خلال دراستي عنده وإلى الآن أنا في بعض الآراء أختلف معه يعني ما فيه فكر بشري ينطبق على الفكر الآخر مئة في المئة ولا بيصير فوتوكوبي لا الكلام كل إنسان له طريقته في التفكير كما له طريقته وأسلوبه في الخطابة في التدريس في في إلى آخره له أيضا طريقته في التفكير لا إشكال بأن له فضل كبير علي لكن لا يستطيع أن يلزمني برأيه بتقدر تتقبل الآخر مثلا اليوم بتقدر تتقبل الملحد تناقشوه تحكير أصدقائي عندي أصدقاء ملحدين ملحدين الحادثام لا دينيين أصدقاء طبعا وزاروني هون بالبيت تتنقشو بالفكر؟ أنا عندي أصدقاء مسيحيين دروز لا دينيين البدكي من كل الطوائف من كل الأفكار بيحبوني وكمان أنا بيحبهم وبحترهم بيحترمهم في مبدأ سنه الإمام علي عليه السلام في الإنسانية وهو من أرقى يعني ما وضع في عالم الإنسانية الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق فهذا إن لم يكن له حق الدين عليه فله حق الخلق عليه وبشبهني مثلي مثله إلو عينان إلو إيدان إلو مثلي مثله فليش بدي أحتقر إنسانيته وإنسانيته مثل إنسانيته؟ يبقى فكره هو مسؤول عن فكره هو مسؤول عن معتقده هو مسؤول عن ما يذهب إليه لكن كإنسان أنا أحبه وأحترمه كما يحترمني ويحبه بس حضرتك فضيلة الشيخ درست في المدارس الدينية يعني المعروفة يعني قم النجف لهن المدارس المعروفة كيف وصلت إلى هذه الدرجة من التحرير؟ يعني اليوم رجل دين مثل حضرتك أنا مستضيفتك قبل كتير ولا مرة طلبت حتى حضرتك أو سألت إذا ملحط يعني غطاء للرأس وعادة تطلع بطلبوني فيها هالكلمة أنه والله بتحط إحزاب بتحطيه لربك شو عم تحطيه لإلي أول ما فدتي على البيب بالسابق بدي ألك أنه حتى على بناتك ما بتفرض هذا الأمر إذا ما كانوا مقتنائين نعم اللي بدي أقول أنه المدارس الدينية أو الحوزات العلمية بتخرج ربما علماء بالأصول علماء بالفقه علماء بالكذا ممكن الأستاذ يسيطر على عقل التلميذ بحيث يديروا بطريقة ما من شدة التأثر بأستاذه يعني بين دار ولذلك يقاد إلى التخلف أو الغلوء أو الخرافة أو أي شيء من هذه الأمور لكن عندما وأنا من الأشخاص في بدايات دراستي كنت متأثر بوعظ الأساتيذ لكن عندما دخلت إلى القرآن الكريم وجدت أن القرآن في واد والمسلمون كلهم بكل طائفهم في واد آخر وجدت أن القرآن يكرم الإنسان ونحن نذل الإنسان بفتوانه وجدت أن القرآن يرفع من قدر المرأة وشأنها ونحن بفتوانه أسقطنا المرأة وحقها وجدت أن القرآن يحترم الإنسان مهما كان لونه وعرقه ودينه ووجدت أننا نفتي بهدر دمي هذا وبصرقة مالي هذا وجدت أن القرآن يعني في عالم آخر غير هذا العالم ووجدت أيضا في القرآن أن كل إنسان مسؤول عن عمله وقفوهم إنهم مسؤولون فما وجدت أحدا يتحمل مسؤوليتي أو أتحمل مسؤوليته بس هو ملزم رجل الدين يعني بيكون عم بيخطئ إذا كان بمقابلة بنظري والبوجه سافرة مثلا أنه مش حاطة غطاء رأس بهذا صارت عادات اجتماعية مش بالدين هذا اللي أنا بس بدأت من مش الزيم بالدين أنه والله هذا شي معيب كيف الشيخ استقبل وحدي ومش حاطة على راسه وهذا شي عيب وما بيصير وهذا رجل دين وبمثل الدين هذه بس بالعادات المجتمعية أنه هي عادات بس أنه والله مثلا أنا بدي أسأل هذولي وبدي أسأل غير هذولي أنا العادات ما بتقدم عندي وما بتأخر اللي بيقدم عندي وبيأخر هو الحكم الشرعي الذي أراه بيني وبين الله سبحانه وتعالى من خلعت حجابها ذنبها صغير أم كبير كل علماء الدين يقولوا بأنه ذنب من صغائر الذنوب أليس من كبائر الذنوب يعني مش مثل الزنا مش مثل صرقة مال الناس مش مثل إلى آخره طب هذا جنابه اللي زي عم ينتقد أنه والله أنا قاعد مع واحدة مش لابسة حجاب حضرتك أكلت مال خياتك بالقرث مين اللي بش ماكل مال خياته بالقرث كم واحد مش رح أقولك في العالم العربي والإسلامي بس رح أقولك عندنا نحنا في لبنان يكاد لا يخلو بيت إلا وتجدي فيه أخوة قد انتزعوا من أخواتهن يعني شيء من حقهن في الميراث هذا مش رح أطلع للأكبر أصدت غصب لمهرها أصدت احتقرها بحق حضانة ولدها أصدت ضيق عليها في المأكل والمشرب إلخ 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 لا توصل إلى الحاكم اللي جنابه عم ينتخبه وهذا عم يسرق مال الناس وعم بيمرض المريض وعم بيغطي على الإنسان التاجر الدواء الظالم اللي عم يجيب الدواء بخلاف المواصفات لا يبيعوا بالسوق اللي عم بيأثر على صحة الإنسان أكثر طب ما هذا نفكر حاله أنه ما عمل شيء كيف بيعود الشيخ مع واحدة مش لابسة حضرتك رحت انتخبت ترش يعني انتخبت يعني انت كل ذنب برقبة هذا اللي انتخبته حضرتك شريك معه شريك تتبع برقبة الدواء فضيت الشيخ ولا مرة انتخبت؟ اي بلى اي ما تنتخبت؟ اول انتخبات صارت كان وضع المقاومة اسرائيل محتلة ووضع المقاومة كثير قاسي داخل البلد وكان في انقسام كبير حول المقاومة حتى داخل الطائفة كان في انقسام على المقاومة وكان في اذا بدك من قبل السياسيين كثير نوع من تحريض ومتحريض ويوم شفنا انه في مصلحة انه انتخبهم ليكونوا داخل المقاومة مجلس نيابي اول انتخبات داخلوا فيها ان يكون لهم ممثلين داخل الدولة بركي شوية بيقدروا تتذكر مين انتخبت؟ يعني ووقتها كانت ليستات يعني فيك تحطوا فيك تشطب كانت ايه مش يعني حضرتك قداء بنت جبال ايه نعم صحيح برعشية صحيح وبتتذكر مين انتخبت يمكن الحجفناش وما بعرف مين تانيس صراحة ناسة ما بتخطنش كلهم يعني بتندم انك شاركت منذ التأسيس هذا نظام مع بعض الطائف بانك صوت كمان من هذه الأصول لكن اذا بندم ان انتخبت بندم على شغلة واحدة انه هل صوتوا بتلك الحقة بصراحة ناسة بس اذا كانوا اقروا ميزانيات اللي بتشكلها الحكومة نعم ما كانوا يصوتوا ما كانوا يصوتوا ايه الحمد لله ما كانوا يصوتوا على سياسات الحكومة بوقتها اذا حزب الله تعديدا ما كانوا يصوتوا بوقتها اذا هذا هو يعني قلتلك يوم فقط كنت ولا زلت مع المقاومة مش انه ضد لانه بوجود هيك احتلال اسرائيلي بوجود هيك عقلية صهيونية الغائية لكل البشر غير اليهودي بوجود هذا الاجرام اللي متناهي بوجود انه هيك نظام مش ملزم لا بقوانين دولية ولا بمجلس امن ولا ولا الى اخره فمن الطبيعي انه تبدك قوة تحافظ عليها سواء كانت المقاومة الاسلامية واللي هل هي موجودة او كان غيرها مع اي مقاومة تقاوم هذا العدو اذا اراد اني اعتيت بس طبعا انا لست مع الجهاد جهاد الابتدائي انا مع الدفاعي هذا بده حكي لحاله هيدا منبلش فيه هيدا منبلش فيه فبيظل وجود هيك انا لست مع الجهاد كان مفروض اني انتخب لحتى لي اوي شوكة المقاومة داخل المجلس النيابي اشتركوا في القناة